كشفت صحيفة واشنطن بوست أن المخابرات الإيرانية اختطفت المعارضة الإيراني حبيب أسيود من تركيا فما هي القصة؟ تنتهج إيران سياسة استهداف معارضها في الخارج إما باغتيالهم أو باختطافهم وإعادتهم لإيران حسب ما يتهمها المعارضون تركيا كانت إحدى تلك الدول التي شهدت عمليات اختطاف لمعارضين إيرانيين من قبل عملاء إيرانيين ووصلت أحيانا إلى حد الإغتيال وفي هذا السياق تهم تقرير الأمم المتحدة تركية ضمنيا بالسماح للمخابرات الإيرانية بارتكاب أو تدبير عمليات قتل خارج نطاق القضاء في الأراضي التركية فحسب رسالة للأمم المتحدة جاء فيها أن إيران سمحت لمواطن إيراني بالفرار من اسطنبول إلى إيران في نوفمبر من السنة الماضية بعد أن لعب دورا رئيسيا في اغتيال الضابط مخابرات إيرانية سابق حسب ما جاء في الرسالة تركيا من جانبها تنفي هذه الاتهامات وفي هذا الإطار يأتي إعلانها اليوم عن اعتقال 11 إيراني متورد في اختطاف المعارض الإيراني حبيب أسيود الذي نقل إلى إيران فيما اعترف في تجيل تلفزيوني بالعمل لأجهزة الاستخبارات تركيا تقول إن الاستخبارات الإيرانية خلف اختطاف معارض لها في اسطنبول تحت هذا العنوان نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تفاصيل اختطاف المعارض الإيراني حبيب كعب بعد سفره من السويد إلى تركيا في أكتوبر وسائل الإعلام الإيرانية كانت قد أعلنت بعد اختفاء كعب في تركيا إلقاء القبض عليه واعترافه بالتورط في هجوم خلال عرض عسكري إيراني بحسب قولهم واشنطن بوست نقلت تصريحات مسؤول أمني تركي أن كعب تم استدراجه من قبل امرأة إلى تركيا ومن ثم اختطافه وتهريبه عبر الحدود إلى إيران من قبل تاجر مخدرات معروف في تركيا يتعامل مع المخابرات الإيرانية وفق واشنطن بوست اعتقلت السلطات التركية أحد عشر رجلا متورطا في قضية الاختطاف إلا أن تاجر المخدرات ناجي شريفي زندشتي المشكوك في تورطه قد يكون في إيران التفاصيل الجديدة حول اختطاف المعارض الإيراني حبيب أسيود من تركيا ونقله على إسرها إلى إيران تدفع لتسليط الضوء عليه فمن هو حبيب أسيود؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر دعونا نرى بعض أراء مستخدمي وسائل تواصل اجتماعي بشأن هذا الخبر على تويتر هذا أحمد الصلحات يقول هناك شبكة إرهابية إيرانية تعمل على الأراضي التركية أما هاشم فيقول تركيا كانت تعلم بوجودهم وتتجاهلهم لكنها قامت بهذه الاعتقالات بغراض ابتزاز إيران بعد انتقادها لتصريحات أردوغان خلونا نفهم شوي الموضوع بشكل أوضح هل باتت تركيا مرتعا للمخابرات الإيرانية لاعتقال المعارضين الإيرانيين؟ وما هو المقابل المحتمى الذي حصلت عليه تركيا مقابل تسهيل اعتقال أو اغتيال معارضين إيرانيين؟ للحديث أكثر عن هذا الأمر ينظلم إلينا عبر أقمار صناعية من لندن هذا سيد بوجدان عبد الرحمن القيادة في حزب التضامن الديمقراطي الأحوازي أهلا بك معنا سيد عبد الرحمن سيد عبد الرحمن ما الذي حصل؟ حكي للقصة حسب رأيكم مساء الخير لك ولمشاهديك الكرام أولا لا ننسى بأن تصريحات المسؤولين الإيرانيين الأمنيين منهم وأيضا السياسيين أعلنوها صراحة بأن المعارضين حتى وإن كانوا خارج البلاد سوف تلاحقهم أجهزة المخابرات الإيرانية وسوف تجلبهم إلى داخل إيران والمعروفة إيران في سجلها منذ بداية الثورة الإيرانية إلى يومنا هذا إما تقوم بالعمليات الإختيالات في الدول الأوروبية وإما أن تقوم باختطاف المعارضين للحكومة الإيرانية وهذا ما شاهدناه آخرهم هو حبيب السعود الناشط السياسي ورئيس حركة النضال العربي لتحرير الأهواز هذا هو أولا بالنسبة لإيران هذا ليس بعيد وكل المتابعين بالنسبة للشان الإيراني وأيضا حتى الدول الحليفة لإيران تعرف هذا وتصريحات الدول الأوروبية واستنكارهم سيد وجدان أبل أن نروح بالسياسة فيك تشرح لي يعني هكذا معلش شوي شوي فينا نفهم ما الذي حصل يعني أنتوا برأيكم ما هو السيناريو ما هي الرواية كيف انتهى السيد حبيب على التلفزيون الرسمي الإيراني يسجل اعترافه حسب تصريحات بعض القادة حركة النضال العربي لتحرير الأهواز اللي يظهروا على وسائل الإعلام وأيضا حسب اتصالاتنا بالشكل المباشر مع قيادات هذه الحركة باعتبار نحن نشطاء في الخارج ونعمل في مجال العمل السياسي وأيضا الحقوقي الحبيب السيود اللي هو تم تعيينه بعد اعتقال رئيس الحركة حبيب جبر من قبل السلطات الدنماركية لاتهامات واهية لحد الآن لم تثبت الحكومة الدنماركية هذه الاتهامات بعد ذلك تم تعيين حبيب السيود باعتباره نائب رئيس الحركة لتحرير الأحواز فتم تعيينه رئيسا لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز حبيب السيود أيضا هو على اتصال وتواصل ولديه معرفة ببعض النشطاء أو بعض المجموعات إن كانوا في داخل إيران أو خارج إيران بحكم اتصالاتهم وتواصلهم مع هذه الأطراف فكما يبدو أنه حبيب السيود مؤخرا قبل أن يذهب إلى تركيا كان هناك أيضا اختلاف في داخل الحركة نفسها وكما يبدو أنه الزيارة التي قام بها حبيب السيود إلى تركيا هي زيارة غير منسقة مع الحركة وقام بهذا على أساس أنه هناك دعم لكسب دعم للحركة للحركة ولكن للأسف أنها كانت خطة مدبرة من قبل الحكومة الإيرانية للأسف أنه وقع في هذا الفخ الكبير فتم استدراجه إلى تركيا كما يبدو أنه كان على أساس أن يلتغي بالمجموعة التي دبرت لها هذه الحيلة على أساس أن يلتغي في قطر ألا أنه تم إغناعه أن يسافر إلى تركيا وفي يوم التاسع من نوفمبر الماضي التغى بالمجموعة التي قرار يقوم معهم بالتنسيق وللأسف الشديد تم اختطافه من هناك إلى إيران أنا معي دقيقتين سيد وجدان أنا أسفع معجلك شوي بس لحتى نفهم كامل السياقات اليوم تركيا قالت بأنها تقلت 11 شخص له علاقة تركي متورط بترتيب عملية الاختطاف هذه بمعنى أنها غير راضية عنها هل هذا برأيكم هو الموقف التركي الحقيقي وما هو أصلا هدفها ما هو مصلحتها من ترتيب مثل هذه من ترك نفسها ساحة لترتيب أي اختطافات أو اغتيالات لإيران أولا أقلب الاختطافات والاختيالات والاعتغالات التي تمت في تركيا هي بعلم المخابرات التركية وتركيا هي المتواطئ الأكبر بالنسبة مع إيران وسهلت الكثير من هذه العمليات ولم تقوم المخابرات التركية والصلاة التركية باعتقال أي من الجرائم التي ارتكبت سابقا لكن السؤال لماذا أن تركيا في الوقت الحاضر أعلنت عن هذا الأمر هناك ثلاثة أمور أدت إلى هذا المعتقل أولا أتى هذا التصريح بعد مقتل بعد إعدام روح الله زم والتنديد العالمي الذي شاهدناه من قبل دول ومؤسسات منظمة حق الإنسان والمجتمع الدول والعفو الدولي ووسائل الإعلام كلها أدانة هذه العمل واعتبرته أنه عمل إجرامي لذلك تركيا تعرف أن حبيب السيود الذي ساهمت في اختطافه إلى إيران سوف لن يلاقي أقل من ما وصل إلى هزام فما أصيره قد يكون الإعدام لذلك تريد تصل رسالة للدول الأوروبية بأن تركيا ليس لدىها دقل في هذا الموضوع الأمر الثاني أن تركيا لديها معارضين وخاصة الأشخاص التي أعلنت عنهم تم اعتغالهم هو تم اعتغالهم في المناطق التي فيها الأكراد وهما معارضين للحكومة الإيرانية لذلك تركيا تحاول في حجرة واحدة تصداد أكثر من أسفر وجدان عبد الرحمن القياد في حزب تتضام ديمقراطي لحوازي حدثنا من لندن